السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخكم محمد السيد النهاردة إن شاء الله مع الحلقة المنتظرة ناس كتير ترابطها عايزين تتكلم عن اليوموها والمكان القديم التوين والإمزد والكلام ده كله طيب أول ما بدأنا المكان دي جات لنا النهاردة يوموها مية طبعا من المكان القديم المكان العتائي الحاجة اللي قبل ما الصين ينزل النهاردة هنعرف كل التفاصيل عنها طبعا بعد الفيديو للنهاية هتعرف كل شيء بالتفصيل ولو عايز صانة لها إن شاء الله نعمل لها بإذن الله وارجعنا تاني مع ياموها طبعا شركة ياموها شركة عالمية زي هندا وزي هارلز فيتسون حاجات كتير كده ما شاء الله شركات عالمية يعني ثقة وكفاءة طيب زي ما تعودنا في أي موتسكل هندخل على المحرك الموتور الأول محرك ميت سي سي حاجة ما هنداو صغيرة طبعا ميوله غرفة الحريق اللي قدام قبل ما نتكلم عن الميول نتكلم عن الأول ده سنائي الأشواط طول عمرنا بنتكلم عن الصيني وعن الإيطالي البنلي والكيوي والكلام ده نقول إيه رباعي الأشواط في فرق طبعا في فرق رباعي الأشواط الدورة 720 درجة تقريبا يعني بتاخد دورتين للحدافة عشان يديك لفة محرك عندي البستن بيطلع وينزل أربع مرات رباعي الأشواط يعني في أربع أشواط صح طرد قدرة عادم فهمتني؟ لكن هنا شوطين بس مفيش عندي حاجة اسمها صبابات مفيش غرفة حريق لو خدت بالك هتلاقي البوجي فوق تحت السيلندر طيب هتقول لي طبعا الكربراتير والوقود بدخل مينين؟ أقول لك هتلاقي الكربراتير زي ما حضرك شايف كده خرطوم البنزين نازل فين؟ في وش الزيت في مكان كده خاص بالكربراتير نظام التشغيل بتاع المطور ده المنافلة بس فيش في مرشة لان طبعا ما عندكش حاجة اسمها ترومبن زيت كما فيش غرفة زيت فيش خطوط زيت طيب فانت بتعمل ايه؟ تحط الزيت على بنزين؟ لأ في بعض المكان بتحط الزيت على بنزين المكان القديم وفي بعض المكان في حاجة اسمها خلاط زيت ولذلك هنبص نلاقي الكربراتير في جزء كده خاص به اسمه خلاط زيت فيه إربة للزيت وبتحط البنزين في التنج بنزله في الكربراتير على الخلاط الاول بعد كده بيعمل نسبة وتناسب بينهم الاثنين ولذلك بتبص تلاقي عمر البستم عمر العمرة هنا هتلاقيها اطول بكتير ليه؟ عشان نسبة التاليين مع الحريق والكلام ده نظام التبريد هنا الهوى بس تمام؟ عندي المكان دي اربعة غيار مش خمسة وكلام ده هي اصلا المكانها ميت سي سي وماكانها صغيرة زي ما حدرك شايف ايه الكربر زي ما قولنا داخل وش الزيت ونظام نقل الحركة من المطور للمكانة الجنزير نظام نقل الحركة من المطور للجنت الخلفي دوران المكانة الجنزير واحد بوجه طبعا سيلندر ظهر طبعا يتحمل اقصى يعني درجة الحرارة طبعا معروف السيلندر الظهر حاجة كويسة جدا تمام؟ الكربر طبعا زي ما قولنا فيه خلاط وهو له علبة لوحده نفس الموضوع بالضبط الكارانك يعني الكارانك برضو ده له علبة خاصة به عشان موضوع الحريق لان الحريق قايم فين في الكارانك تمام؟ طبعا هنفتح المطور وهنعمل دور تسيانة كاملة ليه لو انت عايز الكلام ده ما فيش فيها اي مشكلة خالص اي مشكلة هتقابلك نعملها لك ما فيش اي مشكلة برضو فعشان كده مش هنطول في الحلقة لكن هقولك سريعا كده الكارانك اللي هو علبة خاصة بنفسه غير التروس تسمى ايه؟ بنسمىها علبة المرفق خاصة بنفسه ليه لانها شغالة ضمن الحريق شفت البنزين والمخلوق بتاع البنزين والزيت وبعد كده ايه؟ الحريق والعدم الكلام ده تمام؟ ده سريعا كده كل حاجة عن او اغلب الحاجات عن المطور اي سؤالة وصف صار طبعا هنستنى في التعليقات ما فيش اي مشكلة ولو عايزين دور التعليقات عن الكلام ده ما فيش فهم مشكلة برضه ايه؟ اتنين مساعد امامي ركبة طويلة لو خدت بالك طب يعني ايه؟ ركبة طويلة تبص تلاقيه ثبات واتزان كأن مساعد مقلوب تمام؟ يعني حاجة وليسة اه وليسة جدا المكناة طبعا لما تلاقي حجم زي ده صغير هتلاقي طبعا المكناة خفيفة وصرعة كبيرة لان الحجمة طبعا احنا قلنا قبل كده بتحكم في الصرعة طيب انا لما يديني حجم صغير ووزن الليل فلازم يديني ايه؟ حاجات تعمللي ثبات على الطريق فعمل لي مساعد امامي بركبة طويلة يديني ثبات اكتر ايش تسي من الصاج المحمل المجالفن وطبقتين مع بعض تمام؟ قوة ثبات حاجة ثبتة معاك جنط امامي وخلف اربعين سلك تمام؟ عندي التانج من الحديد ساعة اتناشر لتر وحنا فيه البنزين تلت مستويات عادة واحتياطي وقفل لو هنقفل البنزين تمام؟ استهلاك البنزين تقريبا تقريبا طبعا المكان القديم تقوله كان استهلاك البنزين اكتر طبعا من المكان الصيني الصيني موفر جدا جدا في البنزين يعني بنقولك اللتر ممكن يمشيك خمسة اربعين كيلو في المكان الصيني لا هنا خمسة لتر بمشيك حوالي ميت كيلو تمام؟ تقريبا يعني اللتر حوالي عشرين كيلو واس تمام؟ فطبعا ضمن مميزات المكان الصيني وزن المكان تقريبا من مية وعشرين ل مية خمسة وعشرين كيلو بس السرعة القصوى تخشيها في حوالي من خمسة وتسعين ل مية وخمسة طبعا بتعدي الكلام ده يعني ممكن توصل ل مية وثلاثين ومية واربعين ما كان مع انها ميت سيسي لكن ما تقارنش الثنائي الأشواط برباع الأشواط وممكن نعمل بإذن الله برضو يعني حلقة عن ده وده والفرق بينهم والكلام ده تمام؟ ولو عايز تعرف كل شي بالتفصيل بإذن الله في دور التعليم سيانة على مجانية على قناة عيادة الموتسيكلات هتعرف كل حاجة عنها ان شاء الله تمام؟ اتنى المساعد خلفي نفس الموضوع اللي هو المغلف او اللي بيسموه كبيات ولكن طويل الفرامل تيل امامي وخلفي تمام؟ طبعا فيه ناس بتفضل التيل وفيه ناس بتفضل الباكم ولكن في الماكن ده اصلا يعني كان موضوع الباكم نادر جدا فكان ايه؟ فرامل كده طبعا ده كده تقريبا كل حاجة عن الماكنة فيه عندي بقى ايه الناس اللي دايما تسألوا لك فيه بعض الماكن فيه حلقة الوصل ما بين الكرانك وحلقة الديسك فيه بعض الماكن فيه كاتينة وفيه بعض الماكن تروس ديت الماكنة دي اللي قدامنا ديت ترس مناول ما بين الكرانك وحلقة الديسك تمام؟ لكن ما فيش حاجة بقى اسمها تروس تأسيمة ولا كاتينة عشان الناس ما الجيش تحت تقول لي طب المطور على كاتينة ولا ما فيش الكلام ده ليه؟ لان اصلا ما عنديش صبابات والسياخ وقعد التكهات وشوكيش والكلام اللي فوق ده انا ما عنديش غرفة حريق اصلا انا عندي سلندر بس ما فيش اكتر من كده فالماكنة طبعا مش هالله طبعا طبعا مش هتكلم عن كافئة ومش هتكلم عن اي حاجة فيها لانه معروف الماكن اليماها والتوينة والإمزيد والسيزيدة والكلام ده كله كفاءته والكلام ده ولكن هوا كل الموضوع فرق بينه بينه الصيني سهولة الاستخدام والصيانة خطع الغيار وتوفر الصناعية والكلام ده بس وطبعا كل الناس عارفة الكلام ده الكلام ده مشهور جدا 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 يعني هنا فيه خلط زيت وقبلتين والكهرباء فمش اي حد هيشتغل فيها لكن الصيني اي حد بيشتغل فيه اي حد بتعامل معاه اعطاله سهلة وبسيطة قطع الغياره مسهلة وبسيطة المتوفرة حتى نفس الموضوع انت بتروح تفاول هتحط البنزين شكرا انت الموضوع ما فيش حاجة اسمها زيت ولا خلط زيت ولا الكلام ده كله دي كده كانت نبزة مختصرة كده وسريعة عن يا موها مية اي سؤال اي استفسار هستنى من حضراتك تحت في التعليقات عايز دور التعليم سينا ليها مش مشكلة عايز اي حاجة اما زدت وان اي متسك تحت امر ما عليك وبس كده ما تنساش المشاركة الاشتراك في القناة لو مش مشترك في القناة الاعجاب تعليق فذكرنا صحرنا بنستوصلين في التعليقات وليك الاجر طبعا وبرضو دعا لنا عشان نستمر والسلام عليكم ورحمة الله شكرا